لو خيروك يا عزيزي المتابع أحد السلاسل الجميلة في القناة اللي انتو تحبونها يا جماعة الخير لو خيروك إنك ما تابع يوسف أحمد أو تابع يوسف أحمد طبيعي الإجابة بنسبة 100% تابع يوسف أحمد إيزي اليوم هنختبر الاختبار هذا مع بعض وراح نجيبش أصعب خيار راح يطلع لنا وانتو بالنسبة لكم وكتبوش أصعب خيار شفتوه في المقطع بالكامل وكتبوه في الكومنتات وفي واحد منكم قال ليش يوسف مهتم إنه يكون مع الطرف الأكثر نسبة لأنه يا عزيزي يا أخي الواحد حلو إنه يكون مع الناس مو حلو إنه يكون منبوذ الحالة ولا عدد القليل صراحة زايد وجه مفقع أنا عارف تولي صاحي من النوم مروق ألف مروق 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 خاص خاص والله كت كت خاص قبل أن أخذش المقطع صالوا عني بالله مستوى السلام عليكم وحمد اشترك في القناة توم اشترك تنزيل يومي يا حبيبي وروني الدعم الحريقة تعال انتو يا تعالوا تعالوا صحة طارية طاري الدعم أذكر قبل يمكن ثلاثة شهور أشغلت أمي في الكومنتات قناة القيمق قناة القيمق يوسف ننزل قناة القيمق القيمق هيخذ لك ويوم نزلت ما في دعم ليه؟ إيش هايش فين راح الكلام؟ قناة القيمق في الوصفة خلنا شوف الكلام حقكم لا أرجع أكتع هروا أنا أهدد ها؟ معلش؟ أرجو 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 عدم التحسس معذرة هل تفضل عزيزي المتابع أن أنت يتم تسميتك باسم من المنتجات الفواكه أو الخضار؟ أو أنه يتم يسم تسميتك على اسم سيارة؟ صراحة وأتوقع الأغلب حيأخذون اسم سيارة يعني تخيل اسمك يكون سيوتا مخيس مخيس لكن يقوله أحسن من برتقالة يا برتقالة تعال آه ما يجي بس لما يقولك يا تيوت أوف تيوتو هذا هو شكله ما شاء الله كنت وتقززة؟ أوكي حلو فأقلوا بسم الله ونروح على اسم سيارة العداد طف شو يمشي ثمانين في الميخ حطوا مليون مليون حطوا على اسم سيارة هذولا ما أدريش يحسون فيه صراحة تو في أسماء فواكه تنفع في أسماء فواكه معروفة تتسمى فيها الناس بس أتكلم عن الأسماء العامة أو الفواكه الثانيات يقولك قبل بتروح للدوام يوميا يا شمعت الخير هل تفضل إنك تاكل على الفطور فقط أجنح الدجاج حارة ولا إنك تاكل حلاوة جلي طلع لكم صورها يا جماعة شوفوا حلاوة جلي أنا سأحب الحلاء خلاص بس أنا عارف شيء ما أني أحب الحلاء وخبرة لما تاكل حلاء على بطن فاضي تجيك لوعة كبد أو حومة كبد أو رغبة في الاستفراغ والتقيق ما أدريش تسمونها صراحة بس إنه هذا اللي عاديك مضمونة مئة في المئة من مجربينا فما يصلح تاكلها صراع على الريق بينما الهوتوينغز مشكلة أنه حارة فحتنزل على معدتك حتقلبها لك طول اليوم تقريباً ولكن نسبة أنها تقلب معدتك أقل بينما هذه مئة في المئة حيجيك الشعور هذي اللي تبقى تحس كذا في حاجة قاعدة هنا عرفتوها هذه الحلاوة الجلي لأنه على الريق لكن أنا عن نفسي لو أخيروني والله هختار الهوتوينغز أجنع الدجاج على الصباح كذا يا ربي زي اللوز ما أصح أنها حارة بس يلا حياة حلو وتوقع الأغلب مثلي يا كريم والله 72% إختاروا نفس الخيار هذا يتبق 해�كم كلامي يا ربي ما تأكل شي إلا خردة لمدة أسبوع أو ما تأكل شي إلا كتب لمدة أسبوع الخردة الي يحرك يحن بقتم اختارizar ли كتب بقم أكره الأسئلة هذي Institut اعمى وليس لديك ذراع او كن اصمت اني ما تسمع وليس لديك ارجل معلش سلحة السؤال اذا تحس فيه شنت ايش تحس فيه والله ايش تحس فيه صدق سكيب يا شيخ يا لطيف اوكي هذا والله السؤال صراحة يقهر مرة 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 يقهر يا جماعة يقول لك هل تفضل انك تستخدم ويندوز مي اللي هو ميلينيوم هذاك القديم هتطلع لكم صورة تبين لكم كيف الويندوز هذاك اللي مرة قديم عرفتو يا لطيف لعم البطء اللي فيه لحياتك كاملة او انك تستخدم الشاشة ستشار ان سي ارتي منتور عرفتو سي ارتي منتور مظهر هذيك عرفتوها اللي بقيت حياتك وتستخدم على الويندوز الجديد عادي براحتك فاختر يا الويندوز القديم مرة اللي من العصر الحجري صراحة ايش تخل صراحة حقيقة او الشاشة او بظهر والله العظيم اني محتر اكسم بالله اني محتر الشاشة المخيسة لو حطيت عليها ويندوز اقوى ويندوز ويندوز عشرة وجديد وحلو وكذا ما رح تعطيك جرافيكس حلو ما رح كم فريم هي اصلا عشدي ما ديكم فريماتها فيها فريم والله ما ادري اما الويندوز القديم ممكن احط عليه شاشة خرافية لكن بطيء هو بطيء مرة بطيء مخيس لكن اتوقع انه بقدر اخلي سريع الويندوز القديم بطرق نخفف عليه الضغط اي شي نحطه على ام دوتو اي حاجة رح اختار ويندوز عشان اقدر استخدم شاشة احساس توقع اغلب الناس مثلي خلنا نشوف ديم الاغلب اختار الشاشة والله صراحة شوفوا النسبة متقاربة مرش الموضوعي حير انا بتحمس اني نشوف رأيكم ليش اخترتوا هذا وليش اخترتوا ذا في الكومنتات ضروري اوهو اوكي هل تفضل يا عزيزي المتابع ان يكون عندك اشخاص تتعرف عليهم بشكل كثير وعندك العديد من الاشخاص وتشاهدهم كل يوم تجتمع فيهم كل يوم لكنك منت قريب من شخص معين فيهم بشكل خاص تعرفهم بشكل عام يعني منت قريب من هذا الشخص والله هذاك افضل شخص عندك وتقدر تقوله اسرارك وتسولف معه وزي كذا لكن فين الحاجة الايجابية انك انت تتعرف على الناس كثيرين لكن كلهم سواسية من بعيد لبعيد وتقابلهم كل يوم وتمبسط معهم او انك تكون قريب من شخص واحد لكنك ما تقدر تشوفه الا في ايام الاحد شخص واحد بس ما تشوفه الا في ايام الاحد بصراحة انا ايجابة على هذا السؤال بكل صدق راح تعرف العديد من شخص وشاهدهم كل يوم ولكن لا اقترب منه بشكل خاص صراحة انا احب ان يعرف الناس بشكل بعيد كذا ما تقرب منه بشكل خاص ويصير قريب مني ويصير قريب منه مادري كنتحسوا في فلسفتي غريبة لكن مادري بس احس انه كيف اقول لكم لما تصير قريب من شخص يبدأ هذا الشخصصصير مخيص كيف مخيص انا اقول لكم يبدأ هذا الشخصصيقعد كل ما قابلك ما يقابلك عشانك انت صديقة لا يقابلك عشان يحسسك انك انت المكب اللي يكون فيه الطاقة السلبية حقتها بصراحة لما تكون قريب من شخص انا اتكلم عن شخص لما يكون هو اناني تمام ونادرا تلقى شخص يعني يحس فيك زي ما انت تحس فيه وانه يقول لا انا مرح اقعد اضغط على هذا المره رح اسمع له مافي غالبا انت تلقوهم ومما يشوفو لك كذا انت ويقعد ايش يقعد يقول لك والله اليوم كذا صار لي والله اليوم كذا صار لي والله اليوم كذا صار لي وانت قريب منه وقريب منك وانت مضطر تسمع في الاخير يطلع من هذه الجلسة وانت تنكت وضع خلقك ليلة ان هو عزيز عليك فانت ما ترضى عليه الشيء هذا وهو فضل فضل ورتاح طب انا اش استفد في الاخير بصراحة فعشك كذا انا احب ان يكون عندي العديد من الاشخاص واشاهدهم كل يوم وتكي معهم كل يوم لكن ماني قريب منهم باي طريقة ماني قريب منهم يعني بشكل شخصي جدا خصوصا اني الحمدلله انا مستقل بذاتي جدا واساسا ما انا اقول لأحد اش عندي وش ما عندي يعني بفضل الله هذه نعمة صراحة اشوفها فبختار هذا اللون الاحمر واغلب الناس ما هم مثلي ديم شفتوا كيف شفتوا مصيبة والله مصيبة بصراحة يا جماعة مصيبة هل تفضل يا عزيزي المتابع انك تكون ميت او انك تكون انسان اخر انسان بقي على الارض يعني مثلا متعرفون مثل او مو مثل تعرفوا الجوب اللي تقول يا رجال افضل اني اكون ميت ولا اني اقعد اخر واحد على وجه الارض فهم جوا فكرام ايش تختار انا عن نفسي والله ما عندي مشكلة اقعد اخر واحد على الارض والله العظيم ابو الفلا صدق قد نزلنا عنها مقطع حتى نزلناه لسه والله ما ادري بس كلمنا عنه في التويتش في التويتش حقي في الوص تسويق من ورد ترلات بس والله كن اخر نسان على الارض والله ما عندي مشكلة ورب الكعبة خلنا شوف الناس اوكي نسبة قريبة ديم والله نسبة قريبة شكل هذولا اغلبهم ما يحب النقعة كده وحيد مرة وزي كده ما اعرف يا خيش هذا التخلف شوف شوف دقيقة دقيقة احطها لكم بالانجليزي يقول تاكل ابوك بالكامل يلاس فالفرض انك انت كده بقدرة اصبحت انت زومبي يلاس هل تختار انك انت تاكل ابوك بالكامل كتاكل بسم الله ابويا احبك الله تقابس انت طعمك لذيذ جدا بسم الله الرحمن الرحيم حبا وكل ابوك بالكامل او انك تاكل يدينك ورجولك استرق ايش هذا الخيار البقيس يا حبيبي الو ايش فيه يقلع عم التخلف يا رجل بس صراحة ما راح ااكل ابوي والله بااكل يدين ورجليني والله ما ارضى على ابوي شوف اغلب الناس مثلي شوفت كيف ابان عزيزين علينا صراحة يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف ورب الكعبة يا انه اللي قاعد يحط الاسي لذي ما ما دين هناش ما اتوقع هنا ما في عقل هنا اتوقع في حاجة كده ايش القرف ذا يا ولد ايش دا الخيارات المخيسة يعني الخيار فيه له عنصرية نوعا ما بصراحة واستحقار اوكي في نفس الوقت مخيس اصلا ما يقارن استغفر الله يقول لك يقول لك هل تفضل انك تكون في قفص مع الضريبان عرفتو الضريبان ذاكة بريحة و و و اسد لمدة عشرين ثانية كنت قلوا واحدين عشرين في قفص او انهم يحطونك عند شخص متشرد وتقعد تمس اصبع لمدة دقيقتين ليش تقول لك متشرد يا رجل حتى لو تحط انسان والله لا اختار هذا الخيار واغلب الناس مثلي ها يا عنصرية انت متخلف ما اكلمكم انتو ها اكلم من اللي سوى ما عني ادري انه والله ما در عني ولا هو حولي اساسا بس تعلموا كده فضل فضل انت متخلف عنصري بايخ يا عزيزي المتابع لنفرض لنفرض القمر ما ادري احد قطلع عليه ولا لا الله واعلم في واحد يقول قطلع بس فيه شكوك كثيران ما اعرف ما لي علاقة انا في ذلك الشيء خلاص لنفرض انه ما حد قطلع القمر ولنفرض انه ما حد قطلع جبل افرست او قمة افرست خلاص ايش تفضل انك كنت يسقلوا لك والله فلان او فلانة الاولى اللي صعدت على سطح القمر او والله فلان او فلانة الاول اللي صعد على قمة افرست اضخم جبل في العالم او اعلى قمة في العالم صراحة انا عن نفسي اختار القمر ليه ليه قلوا ليه لانو خف المرتفعات ما تخش المخصح بس انا اقول لكم كيف هذا جبل لازم اتسهلك لازموني يطالع تحت كل شوية واعرف انه في اي لحظة ممكن تنكسر الحاجة ممكن الحاجة وطيح بس هنا على قمر انا في مركبة المركبة انا جالس على اقل انا جالس كده متكي ربط حزامي وكل حاجه قاعد صار شي المركبة توت 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 بتطيح اهو شيني جالس فهمتوا فكرة والله فلسفة غريبة صراحة فبقتر واذا وصلت للقمر يعني بيكون حاجة اكبر صراحة احسن من قمة افرست وزي كده خلنا شوية الاغلب يش اختاروا تفتو 30% يعني انا صراحة تعبت تعبت من كثر يعني انا ماني عارف ليش اغلب الناس يجون معايا اه تعب تعب اوهو شفي الموقع قلب باسئلة فضائية شكلوا سمعني قبل شيء لما سبيت هذاك عزيز المتابع هل تفضل انك ما تسافر الى الفضاء نهائيك تحطون اسمك تحط توقيع ممنوع عليك السفر الى الفضاء مدى الحياة او 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 في المقابل اذا تبغى تسافر الفضاءك تأخذ راحتك خلاص في الامة حسسوني كأنه الطيران رحلات يومية بس معل انا نمشي معاهم او في المقابل انك تفضل انك تكون اول شخص يمشي على كوكب المريخ في رحلة باتجاه واحد كده بس يا بسمالله المكوك مدير المركبة فضائية حاكتك مدير ششية خلاص يعني ما في تكي كده في القمر ترويك تاخذ لك تريحة خلاص استراحة كده مافي مافي خط واحد دزة على الدزة يا مدير واتوقف في محطة كده محطة الصين هذيك تروح تناك تكي تروح تشرب مويا وتاخد لك غفوة مافي مافي كده على طول على المريخ كم المسافة الله أعلم لك رات تطلع لكم في المنتج توقع أنها يا عبد المحسن لا تفشل اللي طلعها بالمنتج ها فأنا عن نفسي بصراحة راح اختارني مسافة الفضالة لايرد مريخ ولا ما مريخ دخال الأرض هذي وبالقوة احنا متحملينها أصلا 64% حياة حلوة مدلالة كل حال واغلب الناس يقلدوني ما أدري ليه أوكي أحس أنه هذا اللي حط اللي لو قيروك ذي أحس كان يجرب والموقع شكله بالغلط كده وحطها هل تفضل أنك تكون معاقب كده معاقب بس أو أنك ترجم حتى الموت ما عندك لا قضية ولا حاجة كده أنت بس إنسان عادي جدا ولا عندك أي مشكلة ولا عندك أي حاجة طبيعي أغلب الناس بيختارون كده أوكي ذول 29% ما أدري إيش كان يفكرون فيه بصراحة والله ما أدش لهرجة صراحة لكن 70% يا لطيف يا الله يا 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 والله قوي السؤال ذا والله مرة قوي هل تحب أنك تشرب كوب من اللبن الرائب خلنا نسميه الزبادي اللبن الرائب يعني الزبادي مقابل 50 دولار حلو أو إنك تتناول ثلاثمية حب دونات ثلاثمية في أربع ساعات ويعطونك خمسمية دولار هذي اللو خيروك الصح أوكي كوب من اللبن الرائب الزبادي هذا ولا لبن العادية أتأكد لجب العيد يب الزبادي طلع الزبادي فعلا يا جماعة اللبن الرائب يعني زبادي تعرفون الزبادي تشرب كوب بخمسين دولار خلاص أو إنك تأخذ ثلاثمية دونات في أربع ساعات تأخذ خمسمية دولار شوفوا ثلاثمية حبت دونات مرة كثير أنا دلحين أبلي يالله دلحين لو مريت محل وأخذت حبتين دونات أكلها خلاص أحس أني لو زدت حيجيني ذاش شعور عرفتوا اللي حق لما تأكل حالة في الصباح وجيك شعور يتبغى استفرق هذا هو فما توقع أني حقدر أسوي صراحة ثلاثمية دونات الصدق فحختار والله شوفوا أنا رغبتي أني أخذ هذا الخيار أوكي لكن ما أقدر ما أقدر رح أأخذ هذا الخيار لأني ما أقدر أسوي ذا ولا أنا رغبتي بالخمسمية دولار والله حلو لكن ما أقدر فخلنا شوف أغلب الناس تختاروا يا لطيف يا لطيف ما أولهم يا جماعة خمسة وين能وا خمسة بنين دولار مよفرق عشرة أضعف أوه شمتة 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 اقلع أم السؤال الصعب هل تفضل أنك توصل إلى راتبك المثالي أو أنك توصل إلى راتبك المثالي لنفرض أنك منت موظف الآن لنفرض مستقبل انت وظفت خلاص لنفرض أنك إنت الآن في وزنك المثالي لكن المستقبلاً تعرف أنك حتصير سمين وحيزيد وزنك ففي المستقبل بعد عشر سواد خمس سنوات تبغى يكون عندك راتبك المثالي ولا تكون وصلت إلى وزنك المثالي خلونا أقول مو خمس سنوات خلونا أقول كذا بس واحد جي عندك يقول أنا هو المعريد السحري ذاك حق على الدين وسوي كذا وزن مثالي راتب مثالي فجأة كذا والله السؤال ذا مرة محير والله مرة محير السؤال هذا يا جماعة الوزن المثالي ترتاح يعني إن شاء الله تتفادع أمراض كثيرة ترتاح في حياتك حتى نفسياً وكذا راتب مثالي تنفك من الضغوطات وترتاح وتستقر مالياً وترتاح مأبالاً وما تتعب ولا أي شيء ما تتعب يعني نفسياً مو أمراض والله أنا محتار مرة طيب اللهم صلى الله محمد جماعة والله ما أدري يا جماعة أصلا كم راتب مثالي ما حتى تتصدقون ما قد فكرت كم القيمة اللي أعتبرها راتب مثالي ما قد فكرت في الشيء ذا لكن مجرد الكلمة كذا الحالة تخليك تفكر تمونا الصدق تمونا الصراحة بدون لف ولا دوران والصدق والله بختار رح سولها لراتب كلمثالي الصدق والله العظيم خلي الوزن يقعد يقول أغلب الناس معايا لاتس جو يا حبيبي لاتس جو لاتس جو لاتس جو أنا أتأكد وقتها أن خياري كان صحيح تكيدا أنا أمبسط هذولا ما يعني أنا ما ألومهم والله ما بألومهم لأنه أنا احترت أصلاً الصدق لكن في الأخير بس تراحة البال على قولتهم الله يرزقنا إياكم بالرواتب اللي تتمنونها يا رضي أوه ديم والله دي حلوة تناول كل ما تريد ولكن لا تكسب وزن أبداً أو يا عزيز إنك تتناول طعابك المفضل لبقية حياتك إذا الله أنا أحب الشاورما حقوة داكو شاورما وده الحياة صراحة؟ بسحب بلد الخيار بأختار الخيار بعدما قريتها حستي الناس خيفة المقارنة جداً واضح إنه الناس حت اختار هذا الشيء إيزي ها 12% بس اختاروا الأزرق بالعقل بالعقل والله أحد شيء إن أدق في النعمة ولا يزيد وزني ما شاء الله تبارك الله إذا أحد عنده القدرة هذه إيش هذا؟ تأكل كل الخشب والبلاط في منزلك أو تأكل كل السجات في منزلك يا لطيف ليش؟ خلاص أنا بأخذ إني أكل كل السجاد ليه لأن على قل قماش يفا يجيكم لين وزي كده بس هذا خشب وبلاط حيشقق المريء عندي والمعدة حيطعنها تطعين فأختار أكل كل السجاد مع أن المقارنة غريبة أصلاً أوكي يعني أنا معرف والله أغلب الناس دائماً مثلي مو أنا مثلهم لا هم مثلي لا أعلم يعني ما لش والله أوكي جمد أخير كذرك وسواتك أنا أتمنى 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 أعجابكم لس أحطونا لا أكتبوا ليش أكثر مقارنة ضحكتكم أو احترتوا فيها مرة وكتبوه في الكومنتات أتمنى المقطع عجبكم كان معكم يرسل بشوكو إن شاء الله في بكرة وبعد 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 يعني يومين يومين يا عيالي يومين يا عيالي أهو خلاص محتاج نعيد نعيد الكلام يعني لذلك أشترك فيه على الجرس تنبيهات وحط لايك إذا عجبك المقطع وسبحنا الله بحبتك أشهد أن أسفت بليك دامواليكو